عقد صاحب أسم الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم بمقار دار الحكومة التايلندية جلسة مباحثات مع معالي السيد باريوت شان رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة تركز البحث خلالها على توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية والثقافية وما يسهم في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية وتعظيم الاستفادة مما يمتلكه البلدان من فرص استثمارية وما يقدمانه من تسهيلات وخدمات من شانها تنمية أوجه التعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وبالشكل الذي يلبي المصالح المشاركة للبلدين والشعبين الصديقين كما تم تأكيد على أهمية توطيد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار في المنتجات الزراعية والسلع الزراعية والاستفادة من الخبرات الرائدة التي تمتلكها مملكة تايلند الصديقة في هذا المجال وتم الاتفاق كذلك على تطويع العلاقات المتميزة للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها البلدان في المجالات المختلفة وخلال جلسة المباحثات أكد الجانبان على ضرورة إلاء المزيد من تنسيق المواقف بين مملكة البحرين وتايلند تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين كما أكد السعياء للدخول في شراكات جديدة تقوي أطر التعاون الاقتصادي البحريني التايلندي ودعم ومساردة القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين للقيام بدورهما في إقامة مشروعات استثمارية يستفيد منها البلدان والشعبان الصديقان لسيما في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية والانتاجية والتجارية وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين لتكون مملكة البحرين منطلقا لتجارة تايلندية في المنطقة وتكون تايلند بوابة البحرين لأسواق شرق آسيا وتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والفنية والسياحية بالشكل الذي يسهم في تعزيز وتقوية الروابط بين الشعبين الصديقين وأكد على أن العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند تتميز ببعدها التاريخي وهو ما يؤهلها لأن تشهد مزيدا من الازدهار في المرحلة المقبلة في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من روابط قوية ومتينة إلى ذلك فقد أشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حرص مملكة البحرين المتواصل على بناء نموذج قوي لتعاون البناء والمثمر مع مملكة تايلاند وذلك من خلال دعم تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والثقافية وشدد سموه على ضرورة تطوير علاقات الصدقة مع مملكة تايلاند وتنميتها ارتكازا على ما يربط بين البلدين من شراكة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية وأكد سموه على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين من أجل الارتقاء بأوجه التعاون وإيجاد مزيد من التفاهم المثمر الذي يحقق تطلعات البلدين الصديقين في علاقات أكثر تطورا ونماء وأعرب سموه عن تطلعه لموصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وفتح أفاق جديدة تستوعب ما يتيحه النمو المتصاعد في البلدين من فرص وتشجيع القطاع الخاص على اقتناصها والدخول في شراكات منتجة تعود بالنفع على الشعبين الصديقين من جنب أشهد رئيس وزراء مملكة تايلند بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تطوير العلاقات البحرينية التايلندية وتنميتها على كافة المستويات وبدور سموه في تقوية علاقات التعاون الأسيوية الخليجية على مختلف الأصعدة وأكد حرص مملكة تايلند على توسيع أطور التعاون مع مملكة البحرين وفتح أفاق جديدة تعزز من التقارب بين البلدين وتحقق المنافع المشتركة في كافة المجالات منوها بمبادرات وتوجهات سموه التي تهدف إلى فتح مزيد من أجه التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا خاصة مملكة تايلند التي أسهمت في توطيد التعاون بين الجانبين على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر